فيما له صلة أعلن المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية أعلن أن الاتحاد يتابع تطورات الأحداث الجارية في منطقة رفح القريبة من الحدود المصرية والتهديدات الموجهة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة تمهيداً لاكتياحها وقد حضر الاتحاد من تداعيات ومن خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اكتياح هذه المنطقة المكتظة بالسكان وقد طالب في الوقت ذاته بتدخل من مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان الذي ستكون له نتائي كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها وقد طالب الاتحاد المجتمع الدولي بكل فئاته بضرورة ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الخطير مع الاستجابة للجهود المصرية الرامية لتحقيق هدنة ما بين حماس والحكومة الإسرائيلية تمهيداً الوقف الدائم لإطلاق النار والتوقف عن العدوان وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وقد أعلن اتحاد القبائل العربية عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه للأساليب الهمجية والعدوانية كافة التي تستهدف أرغام الفلسطينيين على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وهو الهدف الحقيقي لحكومة نتنياهو وهو المخطط الذي حذر منه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى للعدوان وقد أعرب عن ثقته عن وعي الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بتراب الوطن ووعيه بحقيقة المخطط الذي يستهدف القضية وتصدير الأزمة إلى مصر بهدف إنقاذ حكومة نتنياهو التي ارتكبت أبشع جريمة إبادة في التاريخ ضد الشعب الفلسطيني وأشار إلى أن مصر قيادة وشعبا كان لها الموقف الواضح منذ اليوم الأول للعدوان ولم تتوان لحظة عن الاستمرار في ممارسة هذا الدور الذي طالب بوقف العدوان وبتقديم المساعدات الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية هو موقف يدعمه الاتحاد باعتباره الموقف الحريص على القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها وعلى حياة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي دخلت شهرها السابع طلب الاتحاد جامعة الدول العربية بعقد جلسة عاقلة لبحث هذا العدوان وتدعياته على الأمن القوم العربي وعلى مصاري الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني وعلى حياة أبنائه